حالياً فيش خلاف فاجئ الجميع بتويتله مفاجأة نبش في الماضي نبشاية كده صغيرة لكن لأن الأمر يتعلق ببطولة وبتحكيم وبمجلس إدارة اتحاد كان من الصعب الكلام ده يعدي وعلى فكرة هو المفترض ما يعديش ما يعديش على المستويات الإدارية اللي ممكن تساهل وتحقق ده بلاغ يستحق التحقيق كلام يستحق التحقيق فوراً حنقرأ ونشوف المنز فرج عامر نشر على حسابه الرسمي على الفيسبوك قال بالنص ده خاصة بيه نهائي كاس مصر المباراة اللي كانت بين الزمالك واسموحة في الفين وطمانتاشر قال فرج عامر لحظات لا تنسى يوم رفض هاني أبو ريدا إحضار حكم أجنبي لنهائي كاس مصر الفين وطمانتاشر في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك الرجل بيقول أنا دفعت الفلوس أجرة الحكام اللي بينص عليه طب ليه ما جابوهش رغم أنت دفعت قالك بسبب تهديد مسؤول زمالكاوي بنشر المستور الرجل بيقول أن مسؤول زمالكاوي قال له بتقعد اتحاد الكرة حننشر المستور لو جبته حكم أجنبي وقال المهندس فرج عامر اتصل بيه الأستاذ أحمد مجاهد يبلغني بأن الأستاذ هاني أبو ريدا رئيس اتحاد الكرة لا يرد على تليفوني لأنه مريض بالقلب وحيركب دعامه وغالباً حيطرك العمل العام والدكتور في فرنسا قال له سيبك منكورة وقعد في مكان أخضر فأخضر وهو ليس له علاقة بذلك والمسؤول هو الكابتن عصام عبد الفتاح مكان الأخضر فأخضر ده ملع كورة والمسؤول هو الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول بقى المهندس فرج عامر طبعاً هذا خلاف الحقيقة وقاتوا بالكابتن محمد فاروق في آخر مباراة له في مشواره التحكيمي وعدوه يشتغل في الشركة الرعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالك وحصل اللي حصل وأثناء المباراة كشف الكابتن أحمد مجاهد وآخرون من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بأنهم يتمنون فوز الزمالك علشان الصوبر يتبع بفلوس كتير ويبقى بين الأهل والزمالك وتمت سرقة الكاس من سموحة بفضيحة وفجر حسب لفظ وتعبير المهندس فرج عامر إيه؟ هو لو تذكر وقتها قبل المباراة ألحس بي الله ونعم الوكيل مش عايزين يجيبه لنا حكم أجنابي وانت يعني وقتها كان كل التعليقات في انتجاه الزمالك عايز مطوله ومش عارف إيه والكلام ده المقولة الشهيرة اللي هو سيروتس ويلم فاللي حصل في الماتش كده الحصل في الماتش فعلا ظلمة السموحة ظلما بينا وتعادل الزمالك في اللحظات الأخيرة عشان يفوز بعد كده بعد الوقت الأضافي بضربات الترجيح اللي عايز أقوله أن إيه اللي دفع برضه أن يتملاكن الفضول إيه اللي دفع الماتش فرج عمر للصمت وإيه اللي دفعه للحديث وهو يعلم أن الكلمة دي مش هتمره مرور الكرام هل هل لأن ما فيش حد يضغط عليه في التحاد الكرة دلوقتي هل ده السبب طيب مصير البطولة دي إيه الكلام ده لو تقال بعد عشر سنين في أوروبا يتم التحقيق في هذا الأمر وأتمنى أن يتم التحقيق في هذا الأمر ونوصل للحقيقة نتمنى بس إذا كان ده المهندس فرج عامر بيتكلم على بطولة كاس مصر 2018 خدها الزمالك من سموح طيب الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دلوقت وهو يتحدث عن بطولة كاس مصر 2008 2008 لما خدها الزمالك تحت رئاسة المهندس ممدو عباس نشوف دي جت إزاي يا أستاذ الفاضل أنا بقيت آسين بإيد عن ناس زمالك خدنا الكاس بالحكم اليوناني أنت بتكلم في إيه؟ فهنا تريد جمال محرم الشريك ممضوع عباس بيسبك اليوناني أنا في قصر عبق يعني أنت يا أستاذ أبراهيم جايب الأستاذ المهندس فارج عامر بعدين جايب الأستاذ مرتضى منصور في بطولتين عايز تقولي يعني البطولات الحلال والبطولات الحرام والنبش في الماضي والنبش في الماضي وصل أهل بطولاته حرام طب صوته صورة حنتكلم في إيه بقى طيب بلاش مجلة نادي الزمالك الشقيق وفي مذكرات الرمز الأكبر لنادي الزمالك كابتن محمد حسن حلمي زمورة وقع مهمة جدا في هذا السياق في العدد 1637 من مجلة الزمالك اللي صدرت في 20 ديسمبر 2007 نشر لمذكرات الكابتن محمد حسن حلمي حلم زمورة الرمز الرياضي الكبير يا بشواندس طبعا هو هنا يعني أنا قريت الموضوع ده هتقرأ كله لأنه فيه أهم جملة فيه اللي عايزين يعني الناس يقول له وجاءتنا كان الفريق الأول بيلعب ضد الاحتياطي وده كان فيه مصابقة لهذا الأمر كان ممكن يلتقي يعني فبيقول لك وهو كان في الفريق الاحتياطي الزمالك المجدد أو الجديد أهم جملة يا سيد براهيم عايزين نتوقف عندها هجي لك وأقول لك أهم جملة لأن أنا خايف تدوف البتاعة لا مش هتقوم وجاءتنا التعليمات والأوامر طيب القصة كانت أنه في التلاتينات كانت الأهلي والزمالك كل نادي عنده فرقتين كان الأهلي فيه الأهلي الأحمر وفيه الأهلي الأزرق ده الفريق البديل الفريق التاني والزمالك كان عنده فرقتين فالفريق الأصغر الجديد كان بيلعب درجة تانية صعد رحل الدرجة الأولى بقى موجود مع الزمالك أو للمختلط فرقتين كان وقتها المختلط قبل التسمية الجديدة طيب إيه اللي حصل بيحكي المهندس محمد حسن حلمي في مذكراته اللي كتابها الأستاذ محمد رفاعي في العدد 1637 من مجلة الزمالك اللي صدرت في 20 ديسمبر 2007 بيقول المختلط ينافس المختلط في موسم 31-32 نجح فريق المختلط الجديد في الفوز بقمة دور الدرجة التانية وصعد إلى الدرجة الأولى للمنافسة على درع الأمير عمر طس رأت إدارة النادي وقتها أن يقتصر اسم الجديد على الفريق النشئين الصعد يبقى فيه المختلط وفيه جديد حدث أنه خلال التباري معا في دور الدرجة الأولى بقى موسم 32-33 وفيه لقاء الدور الأول بين الفريقتين يروي محمد حسن حلم زمورة في مذاكراته كان اللقاء عنيفا سيطر الجديد على المباراة تماما سوى يرم سيطرين على الكبار لكن انتهى الشرط الأول بالتعادل دون أهداف وبيقول الكابتن حلم زمورة وكان محمد حيدر باشا رئيس النادي يكاد أن يصب الجنون خوفا على الفريق الكبير الطامح للمنافسة على درع بطولة القاهرة وقد يؤخره التعادل عن المنافسة دي المسألة ماشية بجد في الاستراحة بين الشرطين بيقول كابتن حلم زمورة جاءنا الرسل والإداريون وطلبوا مننا التهاون التهاون لإفساح طريق الفوز أمام الفريق الكبير وكان المطلب في صيغة أوامر وتعليمات هو ده بقى أنا توقف هنا أستاذ إبراهيم لهو ده مربط الفرص ده مربط الفرص يعني ودي تدلك على الفلسفة فلسفة الإدارة العليا في إدارة الأمور ولي بيمشي معك طول تاريخك وبيتوارسه الأجياد طبعا أنت يعني ببراعة ستعت تجيب ثلاث نمازج بتورينا كيف كان الحصول على البطولات في الشوط الثاني بيستمر الكابتن حسن حلمي يعني بقى تفاصيل لا الباقية مهمة بعد إذنك في الشوط الثاني لأنه إيه اللي نتج عن التعليمات والأوامر في الشوط الثاني وما زال الكلام لحلم زامورة استمرت حساسية المباراة واستمر عنفها حتى الدقيقة الأخيرة حين استطاع الكبار أن يفوزوا علينا بهدف يتيم سجلوه في تلقى الدقيق وفي الدرد الثاني للبطولة كان لابد للفريق الكبير أن يهزمنا ليفوز بالبطولة وانهزمنا له في هذه المباراة بالثمانية أهداف عشان كده أنت مصر بالثمانية أهداف لا بالثمان أهداف إنهزمنا له مكتوبة كده بالثمان أهداف للا شيء واخد بالك ده اللي حصل حسب رواية الكابتن حلم زامورة في مذكراته بمجلة الزمالك على ذكر برضو الفترة دي وحيدر باشا وحتى بعد ثورة يوليو لأنه مشير عامر رئيس اتحاد الكورة في فترة في أرعة كاس مصر تمانية وخمسين الكابتن متحة شلبي في مودرن سبورت وقتها تحدث عن الأرعة ليست دوري ولكن كاس مصر تمانية وخمسين وصل أهل والزمالك لنهاء الكاس سنة تمانية وخمسين لعبه في تسعة مايو تمانية وخمسين اتعادله صفر صفر تقرر إعادة المباراة لأنه كان وقتها لسه ما تمش تنفيذ ركلات الترجيع في تلاتاشر مايو في تلاتاشر مايو تمانية وخمسين لعبه الفرئتين وتعادله مرة تانية اتنين واثنين تقرر إجراء أرعة ليه سيدة هتعمل أرعة قالك عشان يكون ده بطل لمدة ست شهور وده بطل الكاس مدى ست شهور يقتسموه أجرية الأرعة فاز الزمالك بالكاس ستة شهور الأولى إزاي فاز بيها نشوف الكابتن متحة شلبي بس هو إعلان البطل في سنة من السنين حصلت بالأرعة في سنة من السنين حصلت بالأرعة اللي اتنين اللي موجودين في المجموعتين المجموعة دي البطل بتاعها والمجموعة دي البطل بتاعها يتعمل يا إما توزع مناصفة هي مناصفة لا ما ينفعش بطل الدوري بالأرعة لا يعني هي اتعملت أم عبد الحكيم عامل رحمة الله عليها وجم قال لك ده ياخد ستة شر وده ستة شر فهو كان الله يرحمه زمالكاوي فهو كان فيه ورقتين أهل وزمالك تضعب حتى كان لتنين زمالك عشان يبقى زمالك هو اللي ياخد زمالك هو بطل الدوري هي اتعملت في الكاس قال لك كتبوا في الورقتين الزمالك طبعا كان الكلام كده وإذا أنه هو استمرار للبطلات الحلال والحرام وما فيش داعي للكلام بالطريقة دي لأن زي ما أنت بتقول ما بلاش ها نتكلم في الماضي طيب كابتن متحط قال لك كتبوا في الورقتين الزمالك هي الفكرة كانت مين ياخد الكاس لمدة ستة شهور ومين ياخد الكاس بس اللي هياخد الكاس فأول مرة في أول ستة شهور هو اللي هيحتفل هو اللي لعبته لسه فرحانين فقال الكابتن متحط شلب إنه وقتها المشير عامر فكتبوا في الورقتين الزمالك عشان يضمنوا لزمالك إنه هياخد الكاس في ستة شهور الأولى قام أحد الحاضرين وقتها بفتح الورقة التانية لما تعملت الأورع أره أول أورع قالك الزمالك خلاص بس زمالك هياخد الكاس ستة شهور الأولى فواحد خبيس من اللي موجودين أم فتح الورقة التانية فكانت المفاجأة أنه لقى مكتوب فيها الزمالك ليه اتضح أنه تم كتابة اسم الزمالك مرتين عشان الكاس يروح في الست شهور الأولينية كل ده زي ما المهان سعدلي قال إحنا بنتكلم على الحلال والحرام وبنتكلم على قيمة تتوجات الأهلي وبنتكلم على الناس اللي بتتكلم على أن الأهلي بيتجامل وبنتكلم على الناس اللي بتتكلم على أنه السلطة كانت وقتها بتجامل الأهلي شوفوا الأمور كانت ماشية إزاي بس برغم كل ده هيبقى الأهلي والزمالك فرص الرهان هتبقى العلاقة اللي بين الناديين وبين نجوم الفرقتين على قدر من الروح الرياضية على قدر من الالتزام على قدر من توعية الجماهير لكن بعيدا عن المشحنات وبعيدا عن الاتهامات وبعيدا عن تضليل الجماهير بكلام مش صحيح بالمرة تبقى الروح الرياضية هي التي يجب أن تسود تبقى ال晚上 الرهات الأمور ترجمة نانسي قنعة